أصوات القانونية وأيضا التعويض كنت الحالتين سواء كان ضرر للحق المنازل أو المحلات تجارية أو سيارات طيب إذا كنت تفكري في ذلك الصندوق اللي جاء باش نقاوموا الكواريت الطبيعية اللي تأسس بالقانون 114 عشرة فهو رما كيتطبق في ذلك الحالة ديل السيارات اللي كيتعلق بالسيارات حيث هذا القانون ديل الكواريت الطبيعية كيتطبق بالنسبة للأضرار الجسمانية أو بالنسبة للأضرار ديل المنزل إن في واحد الأسرة كيضيع لها المنزل ديلها بهذا الأمطار اللي هي يمكن لها تكون تكيف ديلها كواريت طبيعية ولكن كان واحد الشرط اللي مازال يعني انهيار المنازل الدكتور بسبب التساقطات كانت تعويض ولكن مازال واحد الشرط ما تحققش الشرط هو أنه خاص الإدارة العمومية المختصة يعني الحكومة تخرج واحد القرار إداري لتسجول بأن واحد المنطقة معينة في المغرب تمسات بما يسمى بالكارثة الطبيعية سيكون هذا القرار وكن نحدده المنطقة اللي معنية بالكواريت الطبيعية من ليك يخرج هذا القرار عاد تندخلو ديك ساعات هذا القرار دي تيمكن لو يخرج واحد الأجل دي تلت شهور من تاريخ تحقق الكواريت الطبيعية فأنا نكتشل ثمية هذا المكان يلك الجيد لديهم أية وإسعد ان يقدم آخرين تفرحوا piss v video ولكند ن tight للمغرب losing وتأ named مخلوعين. واش غيطيح لهم السقف واش غيغراقوا واش حويجهم غير يمشيو. هما ولادهم غير يمشيو. اللي عندو التربيات اللي صار كي غير يدير بيهم. اذا هاد الصندوق هدا كيددخل تلت شهور الى اللجنة قرعت بنا هادي كواريد طبيعية. عندها تلت تسعين يوم باش تقرر هاد القرار وتخرج بهذا البيان. هاد القرار الاداري. من بعد الى كان هاد المسألة هدي عاد تندخلو ديك ساعات في شروط ديال التعويض من هاد الصندوق. هاد الصندوق الشروط هو ان تتكلمو على الادرار الجسمانية الوفاة او الادرار الجسمانية اللي كي تكون واحد العاها مهما اللي كيتحرم إنسان قعم المواريد دياله اليومية باش يشتغل ما تبقاش قد يشتغل. اذا انت يحرم الأسرة دياله من المواريد دياله انه كانت يشتغل ما بقاش قد يشتغل بسبب العجل اللي لحقوا بسبب هاد الكارثة الطبيعية. او اللي يفقد المنزل دياله اللي يصبح في الشارع. اذا دوما المسألة الاساسية اللي كيتأوض عليهم هاد الصندوق. نعم وبنسبة السيارة بالنسبة السيارة طبعا هاد المنظر اللي شفنا مثلا في الدربدة يمكن تكون هناك مناطق خرا معنية. فهذا الدليل على ان هناك سوء تدبير ديال القنوات ديال الشارع العام. هادا سوء تدبير ما فيش نيقاش. ما فيش نيقاش. حيث منلي مزيلا كيتخدو صور دابة وتسجيلات بصورة باش تيمكن ينفعو هادو المجلس البلدية. حيث هادا مسؤولة المجلس البلدي. مجلس البلدي فوض تدبير لشركة معينة او موكالة معينة. اذن هنا تخصدر واحد الخبرة باش نشوفوا كالامور اللي بالرغم من تدخول هاد شركة ديالتفويد وديالتدبير. وقامت بما كان يجب علينا يقوم بها وقامت بتدبير مثالي. هنا غنقوله مكنش تقصير. ولكن الخبرة عطبيرنا ايضا بان هناك بعض المناطق ومناك بعض الشوارع اللي ما كانتش فيها تدخول التقنية التي يمكنها تحول انه يقع هاد الاضرار ويمسكل هاد الناس سيارات. إذا الناس تيمكن لهم يتبتوا هاد الأمور داباليوم ومن بعد غديد الذين يقومون المحاضر ديالهم عن طريق مفوض قضائي. يمكن تكون إدراسي جوابية. يمكن تكون خبرات باش نبينو تقصير ديال من. ولكن مسألة اللي هي مهمة هو ان هاد الناس مخصطونش اسكتوا على حقهم هاد الشركات اللي سنوات هما كيحققوا ارباح. من اللي كيوقع ونقع الضرار يخصصون من الدي. إذن كيف يؤقل أنهم لك تكون تشتغل وكتجيب الفواتر ديالك وكتخلص سنوات وشهور نحن نرى بأننا فوق الجائحة ما كانش استهلاكات قاع مهمة في بعض المناطق التجارية اللي كانت مشدودة أولا بعض المنازل اللي كانت استهلاك ديالها طالع بسبب الجائحة حيش كنا كل نقاسين في الدار اللي كانت يكون جود اخترت في النهار جعكي يكون ربعاً اخترت في النهار اللي كانت تفرج في التلفازة اخترتها في النهار جعكي يتفرج ربعاً اشن ساعة ربعاً اشن ساعة في التلفازة إذن كين استهلاك أكتر ما كانش نهائياً ظروف تخفيف لهذه الناس لأنه فقدوا العمل ديالهم ومع ذلك كانوا خصوم يؤديوا الفاتورة إذن اليوم جاءت لهذه الوكالات وجاءوا المجالس البادرية باش يتساءلوا على إلا كان هناك تقصير خصوم يديرهم يديرهم في جيبهم ويخلصوا الناس اللي تسبلهم بالتقصير ديالهم يعوضهم على الأضرار اللي حقاتهم الأضرار المادية وطبعاً الأضرار الجسمانية وإلا كانت شي فقدان الحياة من تمنهاش يعني تكون ولكن مازال يبانوننا أمور أكثر في هذه الأيام المقبلة لأنه مازال أمطار إن شاء الله جاية فمازال منازل يمكن تهدام في المدينة القديمة المنازل الأيلر السقوط اللي غادي ضربها تشمش يمكن تشتمد لاته حاجة ولكن هاي كتجي الشمش وكيجي الريح عاتي خوادك شي وكي يكون هشيش أكثر وكيمكن بجدرة الطيح أو أسقف الطيح على الناس ويمكن تكون وافيات إذن تخصد دخول سريع جداً بعدها الأقل باش نحميوا الحياة ديال المواطن المغربي المنازل الأيلر السقوط وتفكروا في حلول فين يمكنهم يسكنون في هذا الوقت هذا السيطنائياً على ما نقفوا أوتنين لرجلنا وترجع الأمور عادية